أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم حابب أشارك آية موجودة في بشارة مرقص في الإنجيل المقدس كلام الرب يسوع المسيح على موضوع الطاهر والنجس وكان بهاجم الرب يسوع الفرسيين اللي متمسكين بتقليد الشيوخ وبعدين بيركزوا على التقاليد من الغسلات والأشياء الخارجية فالرب يسوع بيتكلم في آية ستة قائلا حسنا تنبأ شعياء عنكم أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس غسل الأبريق والكؤوس وأمور أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون ثم قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم بعدين بيكمل في آية 13 مبطلين كلام الله بتقليدكم الكتاب المقدس واضح أنه لا نضيف لا نزيد على كلمة الرب ولا نحذف كلمة الرب وتفسير كلمة الرب مكتوب عنها قارنين الروحيات في الروحيات ما فينا نبني قواعد أو تقليد اللي هي أحيانا كويسة بس إذا صار التركيز على التقليد بتبطل كلمة الله فبدل ما نقول هكذا تقول كلمة الرب أو يقول الكتاب المقدس فنبدأ نقول هذا كلام الرابي وهذا الكلام المفتي وهذا الكلام اللي استلمناه من التقليد الكنسي إلى آخره كل هذه الأمور كويسة ولكن إذا اتمشت بحسب كلمة الله مقبولة ولكن إذا وضعت عبق على الناس وأصبح تقليد اللي يعني مبرقع برياء وملون بأمور دينية حتى يبين أمام الناس أنه هو بار فطبعا هذا مرفوض جدا والغريب في الموضوع أن الناس مش عاوزي الأمور البسيطة في موضوع الخلاص مثلا عاوزين إضافات عاوزين عمل عاوزين شغل عاوزين مع أنه الخلاص مجاني عطيت الله من عند الرب فيقول الكتاب المقدس اكرم الرب من قلبك مش مجرد كلام بتردده على شفتك وأكبر دليل عزة المسيح على الجبل تعرفوا المسيح مش يعني غير نص الحديث في العزة على الجبل لكن أعطاها مفهوم روحي عميق تفسير روحي دافع حقيقي للعبادة الروحية سمعتم مثلا أنه قيل للقدماء تحب عدوك وتحب قريبك وتبغد عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم وضح وأعطى تفسير أعمق من المكتوب فمثلا لما سأل الناموسي ومن هو قريبه فرح تكلم أنه حتى قريبك اللي هو مش من شعبك أو حتى مش من شعب الله مثل السامرة اللي صنع الرحمة وهكذا أحب أكتير ناس عايشة في مظاهر التدين الخارجي وعايشين حياة الرياء المبرقع والعدالة تبعتهم عرجاء وكل مظاهر بمظاهر بكلمات أخرى الدجل الديني عم بيبين بالصورة الحلوة أمام الناس ولكن أمام الله يعرف أنه مليان بالنجاسي وهكذا الإصحاح اللي بنقرأ يعني الرب يسوع لما تكلم مع الفرسين قال ويلون لكم تشبهون قبور مبيضة لكن بالحقيقة من جوة من الداخل نجاسات ورجاسات ومن يعرف القلب إلا الله فالقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس نجس من يعرفه ثم قال الرب يسوع لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان يعني الموجود بجوة من الداخل تخرج الأفكار الشريرة القتل والفسق والعهارة والزنا فالمسيح مش ركز مثلا لا تزني حتى لو نظرت إلى امرأة حتى تشتيها في قلبك فأنت زنيت فهون يتكلم عن الرياء مشكلة الرياء عن الدجل الديني بيتكلم عن القلب الغير نقي لكن بيغطيه في مظاهر التدين بيترك الوصية بيترك كلمة الله وبيعمل فتاوى وفي ناس ما أشترها بالفتاوى الدينية وغالبا الفتاوى هي لمصلحتها أو لربح أو طمع أو يعني أمور فبيستغلوا الدين وفتاوى الدين حتى يربحوا أكتر يعني غالبا للمصلحة مثلا يسوع قال لا تكرروا الصلاة أو كلامكم باطلا كالأمم يعني ناس بتصلي فعم بتردد وبتردد وبتردد كلمات يعني مثلا كتير من العالمة الإسلامية اللي ما بيعرفوا اللغة العربية برددوا كلمات بس ما بيعرفوا معناها وكذلك المسيحيين برددوا مثلا صلوات بدون فعلها وبدون قوتها وبدون اختبار التغير والتجدد أنا بصلي مثلا الصلاة الربانية مش على أساس صارت وظيفة أو فريضة دينية أنا بتممها لكن في شيء بيدفعني بفكر في كل كلمة عم بصلي الصلاة الربانية فبقول أنتو بتكرروا الكلام باطل كالأمم بيهزوا وهيك كانت الديانات القديمة ولسي مثلا في أيام إلي مثلا كان يقولوا يا بعل أجبنا ويهزوا وكلام وبعدين قاموا بتجريح أنفسهم لحد اليوم بتلاقي في ناس بتجرح أنفسها بتنزل دم كنوع من إكرام الله بالحقيقة الدم هو عنف والدم بسبب اللعني ومش من الله لأن حياة النفس هي في الدم والإنسان والنفس غالية جدا على قلب الله مبطلين كلام الله بتقليدكم منعمل كل الأمور الدينية حتى يشوفون الناس ولكن من جو نجاسات لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها أبرار في ذواتهم يعني بيتكلموا عن البر من خلال ذاته كأنه بقول للشخص أنا أبر منك فإذن مظاهر التدين الرياء القلب الغير نقي لهم صورة التقوى لكن ينكر قوتها أبرار في ذواتهم هاي هي مواصفات الناس اللي بتعمل فتاوي واللي بتعمل بتركز على تقليد الناس حتى يبطلوا كلام الله بتصير الناس بدل ما يرجعوا لسيادة الله من خلال كلمة الله بتدقت تركز على الأمور الجانبية أنا عاوز أشجع كل شخص إنه نرجع لكلمة الله وإنه نعبد الله حقيقة بالروح والحق كما قال المسيح للمرأة السامرية كانوا بيركزوا على المكان في السامرة أو في أور شليم لكن المسيح طبعا يعني الفكرة اللي وضحها إنه عبادة الله ممكن الله موجود في كل مكان فيك تعبد الله في أي مكان هو بيسمع بيتفاعل وبيستجيب منك فاليوم أنا عاوز أشجعك اكرم الرب من قلبك لأنه الله يعرف النية الله يعرف الدوافع الله يعرف الخفاية اضحك على كل الناس وارجع إنك متدين أمام كل الناس ولكن شو بيجد النفع إذا أنت واجهت الرب فالمسيح بقول إن يا جماعة مش بغسل الأيادة ومش بالطهارات الخارجية ومش بالطقوس الخارجية فيه جوهر في القلب اتدافع من جوه اكرم الرب من كل قلبك وبتسمع ترديد الكلمات قديما في النبي صموئيل اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون أنت بتكرم الرب من خلال عبادتك بتكرم الرب من خلال باكورات غلاتك أنت بتكرم الرب أنت بتكرم الرب من خلال اتباعك يسوع المسيح أنت بتكرم الرب من خلال العبادة الحقيقية مش التركيز على القشور والتعليم الدينية الباطلة والتقاليد اللي منحاول نبطل وسيط الله وأوامر الله فعلياً بدء ومنركز على الأمور الخارجية اكرم الرب من قلبك ربنا يباركك